بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكترهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثانث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمؤسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا فطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون طيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشقلون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسفحون وآية لهم أنا حملنا ذرجتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصون فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على العرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستمقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين فضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه تفجعون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تتغو في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبض العصف والريحان فبأي آناء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفطار وخلق الجان من مارج من نار فبيجي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المهربين فبيجي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبيجي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبيجي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبيجي آلاء ربكما فبيجي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبيجي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبيجي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبيجي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواغ من نار ونحاس فلا تنتصران فبيجي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبيجي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبيجي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبيجي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حميم آن فبيجي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبيجي آلاء ربكما تكذبان زواتا أفنان فبيجي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبيجي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبيجي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبيجي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاسرات الطرف لم يطمتهن إنس قبلهم ولا جان فبيجي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبيجي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبيجي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبيجي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان مدهامتان فبيجي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان راختان مدهامتان فبيجي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان مدهامتان فبيجي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبيجي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبيجي آلاء ربكما تكذبان لم يطمدهن إنس قبلهم ولا جان فبيجي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبق رج حسان فبيجي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ترجمة نانسي قنقر